بوكوفون جهاز رخيص رخيص مين يا عم؟ ده دحكيلي عننا والجهاز غالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في مراجعة جديدة من مراجعات الشركات على صفحتكم وقناتكم مراجعات موبايل في الفترة اللي فاتت أو خلال اليومين اللي فاتت وتحديدا كان فيه كلام كتير جدا وكان فيه خناقات جمدة جدا على صفحات الفيسبوك على تسعير جهاز جديد نزل السوق المصري جهاز بوكوفون التابع لشركة شاومي فحبيت أن أنا أشارككم وأقول لكم هل إحنا بيتم الضحك علينا أو بيتضحك علينا في تسعير الأجهزة ولا إزاي بيتم احتساب تسعير الأجهزة جمعت لكم كل المعلومات دي في 8 أسئلة مهمين جدا وإجاباتهم أعتقدها تكون مفيدة ليكم تعرفوا من خلالها كيف يتم تسعير الأجهزة عالميا ومحليا يلا بينا نشوف السؤال الأول مين بيسعر أجهزة شاومي داخل جمهورية مصر العربية معلومة ناس كتير منكم يعرفوهاش أن شركة مي ليها مكتب في مصر أو ليها فرع داخل جمهورية مصر العربية مي إيجبت الصافي ما هو إلا وكيل بيقوم بتوزيع الأجهزة والإشراف على عمليات الصيانة وتحصيل الفلوس وبيع الأجهزة للتجار لكن التسعير الفعلي بيتم عن طريق شركة مي اللي بتصعر في كل دول العالم على حسب الدولة والإجراءات والأسعار والمصاريف داخل كل دولة فشركة مي هي اللي بتصعر الجهاز داخل جمهورية مصر العربية السؤال التاني ليه البوكوفون في مصر أغلى من الهند الهند هو السوق نمرة واحد عالميا بالنسبة لشاومي والسوق نمرة اتنين الصين وبالتبعية بعض الدول الأخرى لكن الهند أول دولة من حيث استخدام مبيلات شاومي على مستوى العالم فيها أربع مصانع لشركة شاومي وبيتعمل لها حاجة زي خط إنتاج إن هي ليها عدد معين من التليفونات تاخده حتى لو ما تبعش ففي الحالة دي وده بيتم في كل المنتجات لأن بتاخد كمية معينة بتبقى مطالب إنك تاخدها بيبقى ليك سعر خاص غير إنك بتاخد كميات أقل فده السبب في إن الهند لا تقارن في التسعير مع أي دولة تانية حتى الصين نفسها السؤال التالت السعر العالمي لجهاز بوكوفون بوكوفون تم تسعيره من قبل شركة بوكوفون التابعة لشركة شاومي ما تمش التسعيره عن طريق شركة شاومي مباشرة لأنها شركة بوكوفون شركة من تحت شاومي فهي لسعارة الجهاز وده أول جهاز يتم تسعيره عالميا باليورو لأن الجهاز كان موجه أو أول جهاز يتوجه دايريكت الأوروبا من يوم نزوله فالجهاز سعره العالمي 320 يورو أو ما يقارب 370 دولار أو ما يوازي 5943 جنيه مصري طبعا الصافي ما بيبعوش بخسارة الصافي ليه نسبة ربح بتحددها له شركة مي فهو بيقلل من نسبة الربح بتاعته دي عشان يعمل انتشار لكن السعر العالمي الفعلي للجهاز زي ما وضحنا باليورو وبالدولار وبالجنيه المصري السؤال الرابع هل بوكوفون جهاز جيد كقيمة مقابل سعر يعني دايما انت لما تيجي تشتري موبايل بتبقى عاوز تدفع فلوس تاخد بيها أحسن مواصفات هل هو ققيمة مقابل السعر اللي تدفعه الجهاز جيد الجهاز خلينا نقول المحتويات الداخلية للجهاز وانتوا تحددوا اذا كان ققيمة مقابل سعر كويس ولا لا الجهاز فيه معالج واخد نص ثمن الجهاز معالج كوالكم سناب دراجون 845 المعالج الاقوى لعام 2018 والاقوى عالميا لحد هذه اللحظة ثمن المعالج ده السعر العالمي للمعالج 180 دولار ده لوحده تكلفة المعالج بالاضافة لان فيه في الجهاز عدسة لقراءة ملامح الوجه كبصمة اللي بتمكنك ان انت تقدر تفتح الجهاز ببصمة وشك في الظلام الدامس فدي ليها تكلفة عالية بالاضافة ان الجهاز فيه اضافة تبريد مائي دي برضو ليها تكلفة الشاحن السريع والشاحن السريع اللي بيجي جوه العلبة تكلفة لكن الجزء الاجبر رايح للمعالج فانت تقدر تحكم اذا كان هو قاقيمة مقابل سعر مناسب ليك ولا لا؟ السؤال الخامس واللي شفته على صفحات الفيسبوك كتيره مجنن الناس بصراحة ليه بوكو فون نازل اغلى من السعر العالمي في مصر وليه موبايل مي اي تو نازل اغلى من السعر العالمي في مصر يمكن كتير منكم ما يعرفش ان شركة جوجل بتدعم الموبايلات اللي بتحمل اندرويد وان او لسوفت ويرها اندرويد وان بتدعمها بفلوس بعد نسخة بعد البيع يعني عدد اليونتس المباعة في دولة ما بيتدفع للوكيل او للشركة مبلغ استرجاع من قيمة المدفوعات للشركة لدى شركة جوجل فبيحصل تخفيض في الجهاز فده فعليا اللي بيحصل ان هو بيبيعه اقل عشان بيستغنى عن نسبة او جزء من نسبة الربح بتاعته اللي بياخدها من جوجل وده واضح في التسعير الجديد اللي حصل في الميئته ان الميئته نزل جدا اكيد الشركة او الوكيل ما بيخسرش بس ده اللي بيوضح لك ان نسخة الاندرويد لما بتتباع بياخد عليها الوكيل جزء من الفلوس بترجع له من شركة جوجل وده هنلاحظوا ان جوجل ملهاش اي اجهزة بتحمل اندرويد ون باسمها غير جوجل بيكسل وطبعا عارفين سعره عامل ازاي فالاجهزة المتوسطة بتدعمها بالشكل ده كبجت من التسويق بتاعها السؤال السادس التكلفة اللي بتتضاف على الجهاز من لحظة دخوله في حاجة خاصة بالبوكوفون دي تكلفة اضافية عليه ان الوكيل بتاعه في مصر جابه شحن جوي علشان كده الجهاز كان موجود للبيع او مطروح للبيع في مصر بعد يوم واحد من اللونش بتاعه عالميا يعني الجهاز هتعمله لونش يوم 29 عالميا او هيبقى نازل في السوق الصيني يوم 29 يوم 30 هيبدأ البيع بتاعه في مصر فهو جاي بشحن جوي ويمكن اللي بيشتري منكو اجهزة من برا هيعرف قد ايه الموضوع ده مكلف او بيبقى تكلفته اكتر من الشحنة بالطرق المختلفة نمرة اتنين فيه تصريح بييجي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن كل شحنة بتدخل بياخد مبلغ نظير ترخيص رخصة الجهاز كاملة وبالاضافة لكل شحنة بتيجي بياخد جزء عن او مبلغ عن كل جهاز بالاضافة ان الجهاز بيدفعله 14% ضريبة القيمة المضافة الموبايلات معفية من الجمارك ما بيدفعلهاش جمارك ولكن بيدفعلها 14% ضريبة القيمة المضافة من قيمة الفاتورة اللي جاية من الشركة المصدرة للوكيل بالاضافة ان الجهاز بيدفعله ارضيات وبيدفعله تخزين داخل الشركة فدي على كل الشركات مش على البوكوفون تحديدا يمكن هو البوكوفون زي ما قلنا اللي بيرفع سعره الشحن الجوي لكن اللي بقوله ده على كل الشركات بالاضافة طبعا لنسبة الربح بالاضافة لنسبة ربح التاجر بالاضافة لنسبة المرتبات اللي بتتاخد ففيه تكاليف كتير جدا بتتضافع الجهاز للشركات كلها فلما انت بتلاقي جهاز بيتباع بالسعر العالمي او قريب من السعر العالمي زي الانر بلاي مثلا بيبقى فيه لعبة تانية انت مش فاهمها لكن فعليا دي تكاليف بتتضافع على الموبايل السؤال السابع ليه فيه اجهزة بتتصعر اقل من سعرها العالمي واجهزة بتتصعر اعلى من سعرها العالمي هقول لحضراتكو ليه فيه اجهزة بتستخدم بروسيسور موديل قديم فبيبقى عنده فرصة انه اخسحها بكمية كتير من البروسيسورات فخد تخفيضة على البروسيسور فالجهاز سعره نزل فهو ما نعبش في سعره عالميا لكن هو فعليا بقى بيتكلف عليه اقل فبيقدر ينزله بقى أقل من السعر العالمي مثال ذلك النوت 5 النوت 5 جيه مصر بعد ثلاث شهور من اللونشنج بتاعه فكان طبيعي انه ينزل بسعر اقل لنشركة شاومي عن السعر العالمي بتاعه او ينزل بسعر قريب من السعر العالمي لكن لما بتجيب الجهاز في نفس الوقت هتلاقي الجهاز سعره اعلى شوية بالاضافة ان انت لو دخلت تعمل اردر من جوه الصين على جهاز يوم نزوله هتلاقيه بسعر وبعد شهر هتلاقيه بسعر تاني جوه الصين نفسها الهونر بلاي مثلا انا اعتقاد شخصي او توجه شخصي ان الشركة خصمة جزء من بوجهة الدعاية علشان تاكل السوق ويمقلل سعر الجهاز عن سعره العالمي بالسبب ده السؤال الثامن والاخير بدائل بوكوفون من حيث الفئة السعرية البدائل دايما في عاموبايل بتطرح من حيث الامكانيات ومن حيث الفئة السعرية لو اتكلمنا على الناحية المادية هنلاقي ثلاث اجهزة بنفسه البوكوفون داخل السوق المصري اسعارها مقريبة من سعر الجهاز وفي نفس الوقت بيتشابه في الزاكرة بيتشابه في الرمات وفي حاجة بتتشابه في حجم الشاشة لكن فعليا مفيش حاجة تشابهت في المعالج عندنا الاوبو اف سبن النسخة الستة جي جرام ومائة تمانية عشرين ده لو اتكلمنا كفاءة سعرية بتنافس المائة تمانية عشرين او الاربعة وستين الانر بلاي اللي انا شايفه المنافس الاقوى والسامسونج الاي سيكس بلس طبعا سامسونج الاي سيكس بلس ده بينافس كسعر فقط يعني شاشة سوبر اموليد مش هنتكلم كل جهاز بينافس في ايه ولكن انت تقدر تحكم احتياجاتك ايه في الموبايل وتقدر تحكم المبلغ اللي معاك سواء ال شوية او زيد شوية لكن ققيمة مقابل سعر ما اعتقدش ان انا هقول انتو تقدروا تحكموا عليها اكتر واحسن مني واخيرا كل اللي بطلبه منكو كفانز لكل الشركات مبارح انا شفت حاجة بصراحة انا شخصيا اديت منها شفت مشاكل كتير جدا بين الفانز ما بين مؤيدين للوكيل ومعارضين للوكيل مؤيدين للجهاز معارضين للجهاز يا جماعة دي زي الكورة الناس دي ما بتبقاش مركزة خالص مع الناس والناس هي اللي بتزعل من بعض وبتتخانق مع بعض لكن في النهاية الشركات هي اللي بتستفيد فياريت لما نتكلم مع بعض ما حدش يبقى ااخد الموضوع لعصابه ولا الشركة هيفرق معاها لما هنقولش هنشتري الموبايل او مش هنشتريه او هندروح لبراند تاني الشركة بتبقى مركزة وليها حسابات تانية خالص بتحسبها وبشكركم واسف ان اخدت من وقتكو كتير ويا رب اكون فتكو وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان نقدر نوصل لكم محتوى مفيد ليكم يا رب ان شاء الله عن كل الشركات وعن كل المشاكل جوه السوق المصري وكان معاكو من قناة مراجعات موبايل محمد النواوي